اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد من خلال تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة في هذا الإطار لبت طمأنينة في نفوس المواطنين اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد واحتفال الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد وتم رفع درجة استعداد وتأهب القوات إلى الدرجة القصوى خطط التأمين التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية ترتكز على الانتشار الواسع للقوات ذات الجاهزية العالية واليقظة الأمنية على كافة المحاور والطرق وأمام المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت السياحية وأدور العبادة الموجود أمامها ارتكازات أمنية تتسم بالاحترافية مع إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إليها بما يسهم في الانتقال السريع للقوات للتعامل مع المواقف الطارئة وتتسم القوات المكلفة بالتأمين بالكفاءة العالية بما يمكنها من التعامل السريع مع مختلف المواقف والمستجدات الأمنية كما تنتشر الخدمات الأمنية في أماكن الاحتفالات التي يقصدها المواطنون في الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة البلادية وتشد كثافة وزحامة من المواطنين وذلك لبث الطمأنينة والأمان بمحيط تلك الأماكن بهذه الجاهزية والاحترافية الأمنية تؤكد وزارة الداخلية أنها مستعدة دائما لتأمين كافة الفعاليات والاحتفالات بصورة احترافية وحضارية تضمن الأمن والأمان لكل المواطنين